إن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له لم يخلقهم ثدا ولا عبثا وإنما خلقوا ليعبدوا الله تجالا وإساءا نخورا وإناء عربا وعجما جنا وإنسا كلهم خلقوا ليعبدوا الله لم يخلقوا عبثا ولا ثدا قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريده أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو قوة المثيد وعبادة التي خلقوا لها قد أمرهم بها جل وعلا فقال سبحانه يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقهم والذين من قبلكم لعلهم تتقون وبعث بها الرسل عليهم الصلاة والسلام فقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يبدوا الله وتنبوا الطاهوت قال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إن لا نحيي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سداء أي مهمل المعطلاء لا يمر ولا ينهى قال تعالى من كان المشركين أفحسبتم أنما خلقناكم عبداء إن أفضلنتم هذا الظن؟ الله إنما خلق الخالق ليعبد وحده لا شريك له وهذه العبادة هي دين الإسلام هي الإيمان والهدى هي التقوى والبر هي ترحيد الله وطاعة هذه العبادة سمها الله إسلاما فقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وسمها إيمانا فقال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله وسمها هدى فقال تعالى ولقد جاءهم من ربهم الهدى وسمها برا فقال تعالى ليس البر أن تولوا ودوهكم قبل البشر المغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وسمها تقوى فقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فهذه العبادة التي خلق العباد لها جنهم وإنسهم هي تقوى الله هي دين الله هي الإسلام هي الإيمان والهدى في توحيد الله وطاعته فالواجب على جميع المكلفين أن يعبدوا الله وحده كما خلقوا لذلك وذلك بتوحيده والإخلاص له والإيمان به وبرسله والإيمان بكل ما أخبر الله برسوله ورسوله من أبل الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاة وغير ذلك والإيمان بملائكة الله وكتبه وبرسله واليوم الآخر ومن قدر خيره وشره هكذا الدين الذي بعث الله به العباد الذي بعث الله به الرسول فرائضه وترك ما حارمه ومقوفه عند حدوده هذا هو دين الله وهذا هو العباد التي أنتم أخلق لها وهذا هو الإسلام والإيمان إن الدين عند الله الإسلام قال تعالى اليوم أكبرت لكم دينكم وأثمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام